موقف الأوروبي للأزمة اليمنية هو موقف واضح وجليب يعني يختص في إعادة الدولة إعادة المؤسسات الدولة الوصول إلى اتفاق سلمي هذا هو موقف الاتحاد الأوروبي بشكل كامل وتصريحات هناك تصريحات يعني نقول البريطانية تعمل على نوع من الدغدغة العواطف البسيطة وحتى تصريحات التي نقول بسيطة أو الخفيفة لكن التصريحات الفرنسية هي واضحة من البداية والأمرين هؤلاء سواء كان التصريح من خلال البريطانيا أو فرنسا هي في الأول والآخر تصب في بوتقة واحدة حسب قراءتك على أي أساس ترتكز الدول الأوروبية في التعامل مع الملف اليمني هي ترتكز على أساس المصالح الخاصة والشخصية ما بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط في المقام الأول والأخير المصالح هذه لا بد من وجود الاستقرار في هذه البقعة من الوطن لا بد من وجود نوع من الاستقرار وبالتالي تكون هناك المصالح مشتركة وواضحة ترجمة نانسي قنقر